مرحبا بكم نيسي لكم شكرا لكم على المتابعة هذه في 90 دقيقة نرجو بالتفاصيل على الندوة الصحفية لهيئة الدفاع بالعيد والبراهمي البرحة طارق أهل بيكسا طارق مرحبا حليم التحقق دينا خليل بعد شوية طارق انت كنت تحدثت على العلاقة التي خشفت بين النهضة وبين أنصار الشريعة وبين حارس الغنوشي والغفغاذي فما عليه قد تظهر البرحة هيئة الدفاع زادت وصحة الموقف هذه بش نرجع زادة بالحديث على الناشطة السياسية أميرة بوراوي نذكروا بمواقفها ونفهموا شنالي صار منذ أن جاءت لتونس إيقافها نهارجمع في تونس كانت تواجه كما هي قالت خطر الترحيل إلى الجزائر ولكن نتجت لفرنسا هل السلطات التونسية كانت على علم أن أميرة بوراوي ماشي لفرنسا وإلا لا كيفاش وقعت عملية الترحيل غضب جزائري كبير جدا على فرنسا بالأساس لأنه استقبلت هاته الناشطة اللي الجزائر مطالبة أنها ترجع لبلادها هذا زاد يحيينا على موضوع اللجوء وموضوع الناس اللي تهرب من بلادها لأسباب تتعلق بالسياسة أو بمواقف وأراء بش يكون معنا بداية ناضي ساعة مهدي جلاسي نقيب الصحفيين للحديث على واقع الأعلام كما يراوا هما يراوا أنه الواقع أصبح خطير جدا في علاقة بالصحافة المكتوبة بالمؤسسات الإعلامية وغيره بش ينظموا وقفة احتجاجية بشيركوا فيها العتيد من الأطراف المتدخلة في الأعلام مهدي جلاسي بعد شوية يعطينا كل التفاصيل مرحبا بكم بش نحاولوا نحكيه على موضوع اقتصادي يا طارق لو كان نزرب ونخلطوا موضوع مهم جدا لأنه يحكي على موافقة على قرض التونس من عند مش صندوق النقد الدولي من عند البنك الدولي وهذا يمكن إرجعنا الفكرة أنه بدت تتحرك الأمور في العلاقة بالقروض ما نعرف شأنه بعد شوية نطرح الموضوع البداية مع إيمان جزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهدين البارح في تصريح قدمته الإياف المستجدات هو أولا أنه تم فتح أبحاث أولية في شكاية قدمت بها حزب الوطنيين ديمقراطين مواحد الدراج الغنوشي معاذ الغنوشي عبد الجلالي والإكرام وعلي العريط ناجل المشاركة في جرائم إرهابية ناتج عنها القتل بناء على إضافة بعض المحجوزات والسور والمؤيدات التي تثبت وجود علاقة ثابتة بين قيادات من تنظيم منصار الشريعة وبين قيادات من حركة النهضة وعلى وجود معلومات تخص عديد المتهمين وعلى السيارة فيها تسيانة المستعلة في عمالية الاغتيال أيضا المعطيات علقت بمستجدات ملف الغرفة السوداء وتوجيه الاتهام لقيادات أمنية كبرى وإصدار بطاقات داع وتوجيه الاتهام لهشام الفوراتي الذي أنكر وجود الغرفة سابقا وساهم في عملية التعتيم في الرأي العام المعطى الثالث هو كشف الذراع المالي والجمعياتي لتنظيم الجهاز السري لحركة النهضة يرؤس وراشد الغنوشي حكينا على أذكرنا بعض التدفقات المالية اللي جاية من الخارج من منظمات مشبوهة حكينا على زيارات شخصيات معناها متهمة في تمويل جبهة النصرة بسوريا اليوم سقط القناع واكتملت الصورة بكشف أنه قضية الشهيد هي قضية وطن قضية مشروع مقاومة مشروع إجرامي عنده امتدادات أجنبية عنده أذرع قضائية أمنية سياسية إعلامية جمعياتية هذه كانت إيمان كزارة المحامي عضو هائط الدفاع عن الشهيدات لأنك حبينا نسمع التصريح كامل لأنه قدمت كل المعطيات الجديدة في حالقة بالملف إنكار الغرفة السوداء بعدك تراجع عليه وزير الداخلية الذي أنكره وقال سامحوني لأنه كان فعلا هناك غرفة سوداء موضوع الزراع المالي وقع كشفه حسب إيمان كزارة وتقولك أنه فما تمويلات رخمة جدا ملف جمعية نامية مثلا تقول أنه تفرعت عنه قضايا جديدة ديوانية وأخرى تتعلق بتبيض الأموال من أبرز عناصرها نجح الحاج الطيف هكا ولا ليه وهو أمين مال جمعية وهو سهر لحمد جبالي ومتهم في قضية أنستالينغو القضايا الكل رجعت مترابطة مع بعضها خلايا الهلة بيك جبنك تجري مسيلش مسيلش مرحبا بيك الموضوع متاع الندوة الصحفية طارق هل تعتقد كما البارشة وأنا منهم الحقيقة أنه الندوة هذية هي ندوة مفصلية المعطيات اللي جيت فيها جيت بناء على تراكمات كبيرة جدا في علاقة بالأبحاث والقضاء فما برشة حاجات دي بوان دانتغوغاسون طوا بدوا يظهروا بالحق هو الحاجة اللي كي من قلت البارح فما حاجات معنا تذكرت قبل مسالة الجهة السري مسالة الذراع المالية تستيرا حاجات قالوها قبل يعني هيئة شاهدين بعضها تم التقدم فيها في الأبحاث وبعضها مغزال وربما أهم ملف هو الملف متاع جمعية نما والعبد الكريم سليمان ودعديع لهنا مذاك ملف يبدو يعني سوليد بعضه قدمت فيه هيئة الشاهدين وبعضها بعضه يعني تم التقدم فيه بسبب الإفادات متاع دعديع والصراع داخل حركة النهضة أصلا فيه المجموعة الذراع المالي الموضوع متاع الإرهاب وموضوع أنصار الشريعة هنا أنا يظهر لي الحاجات اللي تقالت البارح مهمة جدا خلنا رجع للحاجة اللي بديت فيها البارح خنزيد نفصله فيها اليوم اللي ذكرها هوم أنا منيش بش نقول معناتها كيف ما تقول حقائق أو لأ بش نقول اللي قالوا هيئة الشاهدين أنا بالنسبة لي مرة أخرى القضاء هو اللي يلزم يحقق ويكمل يعطينا يقدم في الملفات هذي شنو أتقال البارح اللي تقال هو أنه فما أشياء معطيات في الملف تحصلوا عليها هيئة الشاهدين وتحصلوا عليها رغم اللي بعضها تم سرقته من المحكمة هنا من الحاجات اللي صارت أنه عدد من السيديات اللي كشفوا علي جزء منها البارح تسرقوا من المحكمة وشنو فيهم؟ هنا برشة حاجات هم أذكروا أني كان نعاود للي قلتوا البارح هو أهم حاجة هنا في رأي أنه تلقاوا سيديات يتبعوا الابن مدرب المشهور بتاع زمق تالتو نحكيهم بعض عزمق تال الورغي ابنه اللي كان في الفريق الحراسة الشخصية بتاع رجل غنوشي في الفيديوهات هذية متاعه عبدو الإجلال هو ما خنقوله ابن عبدو الجلال والإكرام عبدو الجلال والإكرام مص كامل مص خننا نخاف لنقضوا نعادوا في الاسم وننساوا ابن الورغي ابن الورغي اللي هو كان في نفس الوقت في الفريق الحراسة الشخصية لرئيس حركة النهضة تلقاوا عنده سيديات شفيهم هنا المهم اللي كان فما مركز مصور هو الجذجاذي فين كتسئل وين مصورين قال في مركز تدريب مصورين بكلاشنكوف ما بعضهم مش زمق تال يعني مش تدريبات بتاع زمق تال هذي هذي التدريبات على أسلحة تفكيك أسلحة تفكيك وتركيب أسلحة منهم كتسئل وين مصورين بكلاشنكوف هذي الإفادات متاعه ابن الورغي حسب المحاضر يقول فيها المركز تدريبه ديه صار في جبيلي داخل تونس يعني مش المركز تدريبه اللي كان موجود فيهم الرويسي والجذجاذي في ليبيا لا لا هذو ما داخل تونس جبيلي أنا هذا بالنسبة لي الرهم معطم مهم جدا كان في جبيلي حسب الإفادات متاعه هو وأنه معنتها هذي يوري لفم علاقة مباشرة بين شخص قريب جدا الموجود في فريق حراسة الرئيس حركة النهضة والمتهم الأول في العملية الاغتيال العلاقة الأخرى اللي تم الحديث عليها هو اتصالات بين أحد عناصر الحراسة أيضا في الحراسة الشخصية اسمه البدوي كاميل البدوي بعناصر أخرى داخل الأنصار الشريعة وعناصر موجودة في ملف الاغتيال النقطة الثالثة والشخص الثالث المركزي والمهم هو أبو مهند شكري كذال لقب مشهور هو كان الإمام هو كان رئيس اللجنة الشرعية داخل الأنصار الشريعة وكان المقر متاعه أساسا الجامعة متاع الرحمة متاع حي الخضرة وين فما تم اتخاذ قرار الغتيال في الغرفة الخلفية متاع الجامعة هذا معروف دي جاو موجود قبل ما يسمى الذراع الأمني العسكري أنصار الشريعة والقيادة المعروفة والقيادة السياسية ويبدو صار اجتماع في دي بوزفيل هو اللي تنفيق جامعة دي بوزفيل علش مهم لأنه نجم تقول واحدة من أكثر المجموعات عنفا اللي هما اغتيلوا أحد الأمنيين محافظ شرطة وقتها في جبل الجلود وكانوا يقوموا حتى بعمليات معناها تفعيل لما يعتبروها معناها أحكام وحدود في الحياء حياء متاحهم نعرف هنا بعض المتساكنين فيهم مشكون عنده مكتبة في وسط البلاد معناها عاملونه براتيك مو محكمة في الحومة معناها لأنه يبيع في كتبه كذا وفي كتب علمانية واتستراتسترات موضوع دي بوزفيل هذكا دي جاء معناها حاجة واحدة اللي هو تحس فما كان فما مبادرة نحو العنف وقع تنظيمها وتقطيرها في إطار ذراع الأمني والعسكري متى أنصار الشريعة إذن لهنا التفاصيل لهنا عليه الشكري بمهند شخصية مهمة لأنه بخلاف اللي هو موجود في محور التقاطعات هذية فأنه رغم اللي تحتد دوسيمتاعه قد يمقى القاضي بتاع المكتب 13 البشير العاكمي إلا أنه تم استدعاه كشاهد لم يتم استدعاه كشخص من جهم يكون مورد في الأشياء هذية ثم خرجهم بعد خرج لسوريا في 2013 دوك هذو ما ثلاثة نقاط الرئيسية اللي تذكروا اللي فيهم حسب هيئة شئدين معطيات من الملفات نفسها ويتون شوفوا التقدم في علاقة بال خليل عندك معطيات أخرى في علاقة أيضا بمواقع الكشف عليه يقولنا شكري أبو مهند هو محور التخطيط وش اسمه لاخر؟ عبدو جلال عبدو جلال عبدو جلال عبدو جلال عبدو جلال عبدو جلال تم اسم من اسم الله عثنا اسمه ذو الجلال والاكرم هو للتوضيح هي أمو ماليزية هو توهرب الماليزية في ماليزيا عندهم التسميات الطويلة هذي مش ماليزيا فقط ماليزيا واندونيسيا استعمل سارع كان يذكرلنا في أمثلة صارت في جيبوسفيل وصارت في حين الخضرة وكنا شاهدين عليها وعاينها ورينيهم الناس هذوما موجودين في الشارع وقتها ال بعض قال خائمات دعوية هما يحاولوا أنهم يثقفوا في الشباب والبعض الآخر تغذى النظر على الموضوع ومركزوش معاه وصار الحديث حتى على إمارات بيش تظهر في تونس وهذو مجمع ديبوزفيل بالذات اللي هما تعرف ديبوزفيل اللي هي نطمان جي في حومة شعبية كما الحومة الشعبية اللي نيشو فيها الكل ولكن الخالية اللي ظهرت غاديكا ناس سوپير غاديكاليز انتي كتراهم بركة في الشارع عم لبستهم تارا بالنقيم على مجموعة ديبوزفيل يعني تبعتها حتى وقتها بتخدم عليها الموضوع ديبوزفيل هو ستان اكزامبل تريزة انبورتون عليش خاطر يمثل بالضبط الحاجة اللي صارت في الجزائر قبل في بداية سنة الثمانينات صارت في دول أخرى بما فيها في الأردن وفي العراق وغيرها اللي نوعية معينة بتاع ذوي السوابق العدلية اللي عندهم ديجا قضايا في العنف والسطو والاجراءة متتراء يتحولوا بشكل سريع الى قيادات دينية محلية وذوما عموما تلقى عندهم توجه مفرط نحو العنف من البداية وهذوما ذيك عليش برزو جمعة ديبوزفيل خاطر ديجا عركتهم ديور مع محافظ الشرطة سيبقى على انهم وليوا سلفية هما ديجا يتعاركوا في إطار القانون والجرامة حق العام تحولوا يعني الزرقاوي هو أشهر مثال على التيب هذية التيب اللي يتحول من ذوي السوابق العدلية الى الحالة الراديكالية الذية السلفية أما اسمع خلود رولي تعطتنا على جامعة ديبوزفيل واقعة محدة بتاريخه بأيام قبل الاختيار معتها هذية ساعة نحطها في عين اعتبارنا أنا قبل ما نحكي في جامعة ديبوزفيل لو تنعطيك التفصيلات نقول حاجة أن ما تقدمه لجنة الدفاع عن الشاهدين طيلة هذه السنوات ليست مرافعات عن موكلين وقائمين بالحق الشخصي هي حقائق يتوصلون لها كل عام وكل عام يربطوا الحقيقة متى العام هكا بالحقيقة اللي قبلها وهي حقائق أفضات الى حديث منذ البداية عن التورط السياسي والأخلاقي وتدرجته الى الجزائي اجتماع في جامعة ديبوزفيل في بيوت أذن الله بأن ترفعها ويذكر فيها اسمه شكوم فيه الاجتماع وشنو التاريخها وكيفاش نحكيه وهذه يتوى نحكيه وقايا الاجتماع فيه القيادي في حركة النهضة نور الدين جندوس نحطه حركة النهضة على جهة وفيه القاتل المباشر كمال القرقاضي وفيه عبد ذو الجلال والإكرام الورغي اللي هو في آن نفسه أنصار شريعة وفي آن نفسه حارس شخصي لشكون سيراش الغنوشي إذن موجود حركة النهضة بالاسم والصفة عبر قندوس موجود حركة النهضة بالاسم المزدوج والعلاقي عبر سي ذو الجلال والإكرام بمعنى هذا الجامع اللي يشهد من 23 جامع في 2013 اجتماعات متتالية تعملت لها ترتيبات وسردية حتى من السردية ما غفلوش عليها يعني لجنة الدفاع القاتل أنه مثلا بعض أنصار الشريعة باش يهيجوا بعضهم في العملية متاع الشوكري بالعيد حكيوا على اغتيال ما سماوا هما باغتيال أم يمنى وهي ديسانت عملها الأمن في دوار هيشر الواحدة من أنصار الشريعة اللي توفات بعد اشتيباك مسلح مع رجلها هو اللي مستهدف كان رجلها مستهدف كان رجلها وتوفيت بعد اشتيباك مسلح إذن الاجتماع صار في جامع والجامع في حزب وفي ميليشيا متاع أنصار الشريعة والميليشيا متاع أنصار الشريعة عندها ممثلين في مون بليزير عبره مش فقط هذا عضو فريق الحراشة السخصية بل كبير الحراس الشخصيين اللي اعطاه اسمه واللي كان كبير الحراس الشخصيين تالغنوشي لو لاني اعطاه اسمه وكان همزة ربط بين حركة النهضة وبين أنصار الشريعة أكثر شي منك أثنين لنفس الموضوع قبل ما ترجع بعد الفاصل لأنه ثم قضية ما هي القضايا لكل المتصلة هناك أيضا وقامس عبد الناصر العويني وقت حكا على ذو الجلال حكا على مصطفى خذر قال مصطفى خذر المتهم الرئيسي في قضية التنظيم السري اللي تحكم بثمانية سنين وتوما نعرفه وشوين رصدت لديها اتصالة مواثقة وواضحة وما فيها حتى كلام وإلكترونية وهاتفية وتنصتية مع راشد الغنوشي ورصدت له بالمقابل اتصالات مع أبو بكر الحكيم ومع أنصار الشريعة يعني مرتين نلقاوا عضو نهضاوي واحد في جامع وواحد في الموروش في مدرسة تعليم السياقة الاثنين عندهم علاقة بالغنوشي الاثنين عندهم علاقة بأنصار الشريعة وثم حوية جخرين كنو ربطوهم تون القاو يلا بشمشو فاصل في نفس الموضوع نرجعو للدوسي مع أحلم العبدالي توتسويت بعد شوية مكملين في تسعين دقيقة مع خلود المبروك مرحب بيكم لكل وين ما كنتوا تسمو فينا على يا فهم في تسعين دقيقة نعطي كلمة أحلم العبدالي في الدوسي اليوم بشتحكي لنا على الاسم الذي ورده البارح في الندوة متع هيئة الدفاع عن بلايد والبراهمي وترجعنا للزمقتل الأحلم هاي أنا في الحقيقة بش نبدأ من وين بش نربط مع الكلام اللي كان يقوله خليل نحكي وتويكع على كشف معطيات خطيرة وخطيرة جدا نحكي وتقريبا على إيدانا واضحة جزائية خلينا نقوله في الندوة الصحفية اللي تعتبر كيفما قلت انت خرود الأخطر والأهم تقريبا في الندوات الصحفية اللي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهدين بش نربطه بالعلاقة اللي حكي عليها خليل واللي كان حكي عليها عبدالناصر العويني عضو هيئة الدفاع ببنات حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة المحذور الإرهابي وكذلك مختلف الأسماء اللي اسمعناها وعلى رأسها مدرب أزة مقتال اللي وقتها تقدم في الأعلام التونسي وحتى في الأعلام الأجنبي شفنا حملة امتع اشهار لرياضة أزة مقتال موازي خلافي خلافي موازي وقتها اللي كانت انطلقت في الأعلام التونسي وكذلك في بعض القنوات الأجنبية ومنها قناة الجزيرة اللي عملت تقرير على انتشار الرياضة هدية مبينة الشباب التونسي نحكيه لهنا على تنظيم أنصار الشريعة خلود اللي يقول عبدالناصر العويني وانه التحذير اللي مؤتمر متى أنصار الشريعة وقته ونحكيه وعليش حكينا على مؤتمر أنصار الشريعة لأنه جزء من الاستعراض متى رياضة أزة مقتال تم في مؤتمر أنصار الشريعة في القيروين وقته في 2012 اللي يقول عبدالناصر العويني أنه فما علاقة بين قيادة حركة النهضة وقيادة تنظيم أنصار الشريعة وخاصة بين قيادة من صف الأول للحركة وقيادة الصف الأول لتنظيم أنصار الشريعة وقال أنه كل القيادات من النهضة والتنظيم المذكور شدت الحبس مبعضها سابقا وخاصة النوات الأساسية لتنظيم أنصار الشريعة وأوضح أنه تسريحهم من السجون كان في أوائل فيبري 2011 ومؤتمرهم انتظم في مارس ومعتبر أنه التحذير لهذا المؤتمر خلود كان داخل السجون وذكر المحامي أنه تحذير لعملية اغتيال الشهيد تمت في جامعة في تونس العاصمة وجامعة في حي الخضرة وهما جميعان كانت تحت السيطرة المطلقة لتنظيم أنصار الشريعة اليوم نحكيه على أنصار الشريعة التي كانت تربطها أو كان فيها زيدة كمال القذقاذي في علاقة وطيدة ووطيدة جدا القذقاذي التي كان يترين خلود في قاعة في نهج روسيا كانت على ملك القيادة في حركة النهضة منصف الورغي القاعة هذه تسكرت بعد اغتيال شكري بلعيد يقول عبد الناصر العويني وما تمكنتش الجهات الأمنية من أن هي تدخل القاعة هذه إلا بعد ثلاثة سنوات وبعد اتلاف كل الوثائق كشف لعويني أنه عبد ذول جلالي والأكرام اللي هو ولد المنصف الورغي جمعته زيدة مكالمة هاتفية بكمال القذقاذي قبل بأربع أيام من اغتيال شكري بالعيد إذا فتن الاتصال جمعه براشد الغنوشي رئيس حركة النهضة نحكيه على عبد ذول جلالي والأكرام اللي نشوفه فيها في الفيديوهات اللي هذية هذا تنظيم أنصار الشريعة عقد وقت المؤتمر متاعه في القيروان ولهناء هذيك رياضة الزمقتال اللي كانت وقتها ينشر فيها تنظيم أنصار الشريعة في أوساط الشباب التونسي تحذراً للتدريبات على عمليات إرهابية واختيالات وما إلى ذلك عبد ذول جلالي والأكرام هذية ولد المنصف الورغي اللي وقتها بدوره زيدة خرج علينا في الإعلام مع نوف الورتاني يروج وقتها منصف الورغي للرياضة هذه رياضة الزمقتال عبد ذول جلالي والأكرام هذية خلود هو متهم أساسي في اغتيال شكري بالعيد حسب هيئة الدفاع البارحة لكن المفاجأة شنية المفاجأة أنه هذية عبد ذول جلالي والأكرام غادر تونس نسمو عبد الناصر العويني معناها عبد ذول جلالي والأكرام ولد محمد مصف الورغي مجدود في قضية إرهابية القاولوا كيحلولوا التليفون القاولوا مصور بالسلاح هو كامل القذقذ كنت تحكي لي قلت لي راه ولد أي هو من نفس الجهة من غار دماؤ وولد نفس الجهة من جدو هو كامل القذقذ كيشدولوا تليفون ومصوروا قالوا لو وين تسوير هذية هو سلاح وكلاشنكوف قالوا مراي هذية في معسكر تدريبة في في ولاية كبلي في سوق الحد هو كامل القذقذ ورأوا كامل القذقذ يجيه وأشرف على معسكر تدريب بسلاح تفكيك وتركيب واستعمال معناها أسلحة متنوعة من بينها سلاح وكلاشنكوف اللي هو مصور بيه مع كامل القذقذ في كبلي وهذا هو نفس الشخص اللي يمصور فيه ده رشد غنوشي ستاة ومع كامل بدوي عبدو ذي الجليل والاكرام حارس داخل المنزل بتاعه مش البرة في قدام البيع في وسط بداء ورين تصور المحتاج هذه في محاضر سماع موجودة في الملفات موجودة نعم مالذي يعيش كان مغتية ما كنتش تطلع عليها انت هذي ياري تصور خرجناها في سيديات معناها اثنين وعشرين سيديات سرقوا من المحكمة في الفين واثنين وعشرين وعشرين سيديات في ملف عبدو ذي الجليل والاكرام اثنين وعشرين قرص مضغوط امتاع ملف ما يسمى بقاعة اثناش قاعة اه قاعة الرياضة اثناش اشناها جو روسيا تساو اللي كيف تدادبوا فيها داهي خدمتهم اخدمهم من الامر مشاوا للمحكمة كيجينا طلبنا بيهم باش نطلعوا عليهم اختفيه وتسرقوا واليوم محلول فيهم بعض تحقيقي فيه سرقة مواد اثبات متعلقة بشياني بتلغتيال السيد هذي اش حابيت نقول لك اندي السيد هذا عبدو ذي الجليل والاكرام خرج من تونس عبر المتا وطبع له في الباسبورم بتاعه ومشي الامارات ومشي لدبي ومن دبيته هو موجود في ماليزي لانه امه ماليزي هذا اثنين وعشرين سيدي خلودة تسرقوا من المحكمة يعني هذي اليوم احنا نحكي على دولة ونحكي على بلاد وعلى مؤسسات وعلى محكمة معناها هي احد المناطق السيادية ولا خلينا نقولوا معناها التي ترمز لكل علوية القانون اليوم مؤيدات على قضية تعتبر تقريبا الاخطر من تاريخ دولة الاستقلال من ستة وخمسين المؤيدات اثنين وعشرين قرص مضغوط بكل محتواته خطر احنا تقبلها وتسرق البلعزي وتسرقت وفما زادة ادت جريمة وقتها زادة كيف كيف تلفها عفوا الرويسي والمسدس اللي زادة كيف كيف ترميها خضر في البحر معناها اليوم احنا نحكيه على مهزلة حقيقية تصير في تونس اليوم مؤيدات على جرائم امتع اغتيالات على جرائم قتل فيها شبهة تواطئ اجهزة من الدولة وفيها شبهة الارهابية واضحة للعيين راجل تقتل بالكرتوش قدام دارو في النهار والقايلة اليوم نلقاه احنا المؤيدات تسرق من قاعة المحكمة نلقاه قاضي يفرج او يترك شخص في حالة سراح متورد في قضية ارهابية الي هو سباشير العكرم احنا نحكيه عليه اليوم السيدة داية غادر البلاد وذهب الى ماليزيا الوطني امه شكرا لك شكرا لك كان هذا الدوسي يلا نمشيه الى موضوع اخر اميرة بوراوي من اللي اخرج الاخبار ومحاميها في تونس تتكلم وقال انها الان موجودة في تونس وتواجه خطر الترحيل الى الجزائر وين مطالبين انها ترجع الجزائر لانها ناشطة جزائرية هي ايضا تحمل الجنسية الفرنسية والجزائرية شيء ذي يجبنا نذكروا به وهي كانت ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري نذكروا بمواقف الناسطة السياسية اميرة بوراوي في علاقة بنظرتها للدين الجنسية الجزائرية الى غير ذلك كيفش ترده لهم اميرة اميرة من عائلة مسلمة مثل معظم الجزائريين يعني ما الاغلبية مسلمة وهذا هذا شيء واحد ما يقدر يقول باللي ما فيهاش ولكن اميرة ناظل ايضا باش نتقبل كل الاقليات الغير مسلمة الاقليات هدو متاني لي جمعنا ما لازمش يكون الدين ولكن يكون الجنسية الجزائرية تسمى انا ما كنش ضد الدين انا تربيت في مجتمع في عائلة محافظة ولكن محافظة ولكن محافظة مش كما مش كما ما عرفناه في التسعينيات يعني مش هدك التعصب الديني ولا هدك عشت اميرة وكنت صغيرة وكنت شكشوز ما محكي من قدرش ننسى هادك الشيء ما انت علاب بالدين سياسيا واللي خلى الجزائرين كثير من الجزائرين يقتلون وكلش هذا الممحكي افي وسح حقا ربما كنت تكلم على هاد المتعصبين دينيا أحسن أن أريد أنا أحسنا من لديهم في الفرنسية لكن لا توجد موشكلة مع الدين أنا تربط لديهم على المتعصبين ولكني يجب أن تتعاوم معهم أميرة بوراوي اسمها ناجطة جزائرية توقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة لفرنسا مستعملة جواب سفرها الفرنسي ولكن فأفرجت عنها المحكمة أنها الاثنين قبل ما توقفها الشرطة التونسية مرة أخرى إلى أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس والموضوع المطروح لصحيفة لوموند الفرنسية ترقت له هو أن أميرة بوراوي تم استقبالها لبساعت في الصفارة الفرنسية قبل الحصول على إذن من الرئيس التونسي قيس سعيد بالذهاب إلى فرنسا هذا اللي قالته جاريت لوموند فالأثناء أحنا ما نعرفوش لأنه لا إذا كان حصلت على إذن من الرئيس التونسي بالذهاب إلى فرنسا سيكون الرئيس التونسي خاشش الجزائر في حين أنه مش هذا اللي قال خلينا نحطوا هنا جايين للمعطيات فما معطيات موثقة مؤكدة في معليهاش نقاش وفما معطياتها وقالتها لوموند وقالتها كذا به المعطيات اللي معليهاش نقاش فما أزمة توا بين فرنسا والجزائر حول موضوع السيدة بوراوي اللي هي جنسيتها جزائرية وفرنسية وللخلفية سيدة بوراوي هي من قيادات جزء من الحراكة اللي تم في الجزائر وكانت معروفة معارضة لتمديد عهدت الرئيس السابق بوتفليقة وأيضا معارضة لتبو المعطيات المؤكدة لأخر أنها دخلت التوراب التونسي خلصة لم تدخل بوثاق رسمية المعطي المؤكد لأخر اللي منشيرة العلاقات التونسية الجزائرية الفرنسية الجزائرية في أزمة منشيرة لأخرى العلاقات التونسية الجزائرية من البارح إشارات الود والحماس والحب بين وزير الخارجية وزير خارجيتنا جديد بعد التدوين الأولى أول اتصال عمله بوزير الخارجية الجزائرية ونشرت وزارة الخارجية الجزائرية بيان يؤكد عمق ومتانة العلاقات التونسية الجزائرية ومبعض ديارة باعت بليك شو نحكيه تكلم من الوزير الخارجية السوري وتحدث أول مرة مصدر في دولة التونسية تحدث على تعزيز العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية اللي مش بعيدة على جو الجزائر ديارة يعني نفس المحور تقريبا السؤال الكبير هو هل أن السيدة بوراو كي خرجت من تونس نحو فرنسا عيوض الجزائر لأنه جزائر كانت طلبتها هل تم توقيفها على أنها خلصة وتم تسليمها من الأمن التونسي للمطار أم أنه مشيت عند الصفارة الفرنساوية ومشيت مباشرة من الصفارة الفرنساوية تحت حماية دبلوماسية إلى المطار وخرجت لفرنسا رغم إرادة التونسا المسألة هنا هي مسألة سيادية في الأساس هل أنه بشوي ألاحظ هل أنه خرجت هي رغم شو معناتها رغم؟ معناتها رغم بسبب الضغط دبلوماسي الفرنساوي هي خرجت نحو فرنسا عيوض الجزائر وأنه التونسا ربما كانوا بشي وقفوها وربما كانوا يبعثوها الزير في عوض الفرنسا هنا المسألة هي بالضبط تونس في عقدة العلاقات المتوترة الجزائرية الفرنساوية تونس في نفس الوقت ظاهر علاقة قوية بالجزائر لكن في نفس الوقت ما تحبش تدخل في مواجهة مع فرنسا والبارح يبدو اللي صار هو أنه قيس سعيد نوعاً ما يشد لأعصام الوسط القاسيخة خاتر مستحيلة تقول لي اللي يتخرج السيدة هذية من تونس وزارة الداخلية دونك توفيق شرف الدين مقدخوليش وزير الخارجية حتى وكان وزير الخارجية عنده علاقة وهذا سبب إيقالته بالرغم اللي أنا مش مقتنع برشا بهذي أما كما تخرج من المطار إلا بمدير الحدود والمطارات دونك وزير وزير الداخلية دونك فما إذن رئيس يعني كي أنه قيس سعيد لا يشتكي الذئب ولا يجوع الرعي أه تعرف خنضحي بوزير الخارجية خنعتي أنا في الأخر أنا هذي رويتي أه المعقولة الوحيدة خذر مجوش تلقى حاجة أخرى أنا وبتعرف هاي بره نعطيه هاي سيد اللي هي شوع الذئب نعطيه هزير الخارجي وفي نفس الوقت ما ندخلوش مواجهة مع الفرانسيس نحب نذكر بحاجة لهنا اللي الجزائرية وقت اللي يتخلى لهم نبيل القروي خلصة ما سلموش لتونس خليه يمشي يطلع لأوروبا بالرغم اللي كان اللي كان مطلوب في تونس ومطلوبة رسميا ومشكل واضح وعلى لكن الرئاسة الجزائرية في بيان لها ما ترقدش لتونس ما حكيتش على تونس ما حكيتش على قيس سعيد هي فقط قالت أنه في مذكرة رسمية وجهتها إلى فرنسا عبرت عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية اللي صارت لأنه علاش ما تغشتش على تونس لأنه متفاهم الوضع التونسي تدقيقا أي سيدية يا خلو عندك جارك وخوك وعندك الشريك لول متاعك على المستوى الاقتصادي وعندك علاقاتك وعندك ارتباطات ثنائية بالجزائر واتفاقات أمنية وعندك ارتباطات بفرنسا واتفاقات بفرنسا تحت تونس أنا جيك فرنسا عندي مواطن فرنسوي طب معرش نقولولة فلان الفلاني الجزائرية هل هو مطلوب العديل التونسية? مووش مطلوب العديل التونسي. مطلوب العديل الجزائرية. المواطن الفرنسوية هذا دخلت خلصة تن مطلوبة تونسية طبعا هذا هذا سوال كبير هلأت عدد قدام قاضي هلأت عدد قدام قاضي تونسي مهذا السوالي زي ما ترحوه فرنسا عندها مواطن طلبته وتونس تحت الإكراه هذي فعلا لا تنجي متفسد مع فرنسا بعتبارها شريكها الأول وعندها مع التفاقيات لا تنجي متفسد مع الجزائر ولذلك وقفتها مرتين الأمور نتصورها في الحدود هذه كيمة الجزائر ما نجموش أحنا نعتبو عليها على خاطر سسمو خرج خلصة من التراب الجزائري ولا تخل خلصة للتراب الجزائري وهي بعد ما وقفته تسيب وبعد ما تسيب أعمل معناتها هذه الأمور ما تنجي مش توصل إلى حد إيقاف العلاقات ولو إني أنا كانت جي تقولي دخل إيقاف العلاقات لا معناتها على توتر العلاقات ولهنها خنجي والخارجية خطرين إهمني السياسة الخارجية يعني حدود حدود السيطرة متعنا على سياستنا الخارجية ما تفقين اللي فما كرهات أمين الحاجة اللي قاعد يشوف فيها اللي نوعا ما فما كل عرفتك الواحد مرهوج يعني أنا ما نلقت حتى مصطلح لفهم سمحني طرق المشكلة هي أنها دخلت خلصة ولا غادرت من تونس لفرنسا رغم أن الجزائر مطالبة بها هي الزوز دخلت خلصتين ما تعدتش على القضاء التونسي كما نبي القروك يتخل خلصتين تعدى على القضاء الجزائري كان وكي أنه طوين سقلوا اسمع حتى وكان دخلت خلصتين بره حدي ما تعملتش ضدها بورسويت بالمعنى هذي ما تعملتش ضدها بورسويت سيسير ما تعملتش ضدها بورسويت وكان جيت ريشير شي في تونس تولي أسهل ما يش طابع في الباسبور متاحها لدخلت بالجزائر لتونس نجم تكون اتصلت باكي متاع اللاجئين وعملت كانت تحت حماية السفارة الفرنسية لا يجي إلا حد شي تحت حماية السفارة الفرنسوية ومواطنة فرنسوية وهي مواطنة جزائرية في نفس الوح هنا اللي همني فيها دخلت التونس خلصة تتعدى على المسار القضائي التونسي كيما هما خلنا بالقروي خلصة عديوها على المسار القضائي وقفوا قعدوا مدة هما قروا وانو بيعطيوش التونس هذي اغزلي اغزلي خليل خنكونوا انا خنحطوا لكراهات خنحطوا حكيت لكراهات على جنب لكن خنقولوا عليش لكراهات طب ما انت نفسروا لكراهات انو لكراهات وصلنا هكذا انا نحب نرجع كنهار للجاز تعرف الاجوبة على هيدا كل في الجاز اللي عندها علي قليم كذلك كيفيش خيطاو هين اشكرنا كنهار كيجينا نشوفوا في الارقام والوضعية متاعنا دراسة اللي تيسبيتها المؤسسة البحثية تابعة رياسة الجمهورية قلت النهر انو نحنا في حالة غير مسبوك للجاز هيدا بشي خلينا في حالة غير مسبوكة للسياسات الخارجية المحيطة بينا سواء الفرنساوية والجزائري يدير وضعية متاعنا يعني نحنا توا سوندويتش بينا الثلين انا تعرف كيفيش 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 لا لا هيدا الواقع هاي الغاو دي جاكلو بتاكي الجزائر متفاهم انا خالد شي على تسمعني انا خالد شي على تسمعني انا خالد شي على تسمعني جارندي كيجي وزير خارجية جديد يهبطوا بلاغ علاية تعزيز العلاقات السنسية الجزائرية ونفس الوقت اللي استدعينا فيه السفير يعني كيينو تونس نحات وزير خارجيتها الجزادات تونسي جارندي ارضاءا للجزائر اغزر لي بالله طول جارندي شنو مدخله في الموضوع نحن نحب نحن نحن انا بيدي انا بيدي اعتقد اللي الجارندي ممكن وانا قلت البارح عنده اشهر محدود بارتان مي مش هداية المشكلة المتاعي نحن في وضعية متاع الديبندانس خلينا هذا اللي بي فايد انا شفتها مادام بوراوي والوضع هذي كل اي انا اللي همني خلاصتي من من مدة طويلة هو انو ورانا نحن في وضعية متاع الديبندانس غير مسبوق تستوجب وقفة تستوجب انو نفيقوا على رواحنا خلينا نقولو تحت شعارات الانشائية السيادية مدع الرئيس رأولي مهم انو نغيروا موازين القوى الفعلية ننتعى الطاقة ونخموا في المسائلة دية ليانو الوضعية هذي رأي مش به يانا خلينا 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 وهيش بالاشكال هذي اشيجيل اشكال هذي اللي نعتقد انو يتحل في 24 ساة قدام كنعطيك حقيقة الوضع الرهن تو في العلاقات تونسية الجزائرية هاو المؤشر اللي بحثنا متاع الزلزال يعني تونس والجزائر تناغم تم في العلاقة بالملف السوري وفي التعاطي مع الزلزال سوريا ديبلوماسيا وخارجيا تونس اللي مشيت حضرت اجتماع وزراء الخارجية العرب في ترابلس رغم تحفظاتها على المسار السياسي الليبي ورغم موجودة هذا الدليل علي نحكي فيه يعني ارتباطا بالموقف الجزائري هذا اللي نحكي فيه وتقديرا للموقف الجزائري ما تنجمش حالة كيمة هذي سياستها الخارجية اي اي ما تنجمش حالة كيمة هذي تكون معيار ما هو مؤشر صحي بضرورة لا هو مؤشر صحي لأن موجودين في محور جزائري نعتقدوا أنه محور استراتيجي ونعتقدوا أنه محور مشيوصلنا لعلى خط أكثر متانا المحور المعلنة غير موجودة نحن في محور جزائري يمتد الترقيا من الشيرا ويمتد السوريا وما يدل على الصيفة السيادية التونسية القيمة الذات أنه علاقتي هذه المتينة بالجزائر ما خلتني أيضا نخسر علاقتي بدول أخرى ومن ضمنها فرنسا يعني المارج عندنا نحن احنا قررنا باش ذات تخرج كموتنا فرنسوية واته الموضوع تاركي قولك احنا قادنا كمساندويتش مبينتهم ولهنا محور المصالح اللي نطمان الطاقة اليوم هي شي موجود وغير معلوم نحن 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 كيفش قاعدين نربحوا من هذا انا تأذر لي كانت تعلم لي اخي قايا ساي تقول لي انا سايق انا موقع في المحور الجزائري اللي يمتد لتركيا من الشيرة ويمتد لجا سوريا ايران من شيرة اخر وانا ما عندي حتى علاقة بجماعة الخليج معلق الموكي نبدأ هكاية نبدأ موجود عملينا اخي طوى جماعة الخليج السعودية وكذا مش قاعد يشوف فيك وقاعد يتبع ويتبع فيك على لوب ويعرفك غاديك غيتيكي بتعلنش هو مش فيق بيك يا هذا ما اعلن ومشي استتباعات وضعية هذيك وعلى أقل استفيد منها حتى موضوع صدوق النقد الدولي اما ورقة تفاوض بيها لطراف تعقيم الدول السبع الامريكان والأوروبيين وتقولهم اها كان ما تعطيونيش هني ماشي الغادي وإلا كانك ماشي الغادي يخوي يحكي مع الرويسة وشناه يلا بدام نحكيه نحكيه على المصالح الاقتصادية نحن في وضعية متاع الترهويج الترهويج بيه خلينا نختمه في الموضوع هو تماهي تفرض المصلحة الوطنية التماهي هذا في موضوع سوريا ممنعش مثلا من تماهي تونس مع المجموعة الخليجية في موضوع مثلا أوكرانيا وروسيا مثلا بمعنى انه تونس شوف عند المحور السليدي القاعدة الصلبة متاحها المغاربية الجزائر كذا لكن ايضا ما عندهيش نفس الموقف الجزائري في المحاور الاخرى ومعندهيش نفس حديث الموقف الجزائري ونفس تحالفاته مع روسيا وكذا بمعنى ان اليوم احنا في عالم فيه معناه على رمال متحركة قاعدين يتحركوا وفق المصلحة متاعنا الغرب مقتعناش معها أمريكا مقتعناش معها علاقاتنا بها مازالت ممتدة المحور الجزائري ايضا يهمنا طاقيا ويهمنا استراتيجيا ويهمنا سياسيا ويهمنا عسكريا ويهمنا امنين قاعدين المحاورة هذين تعطاوا معها بقدر ممكن للمسالح متعنا بعد الفاصل بش نحكيه على موافقة البنك الدولي على منح تونس قرض ب120 مليون دولار الموافقة هذية شنوها تنجم تمثل بالنسبة لمستقبل القروض الأخرى وخاصة قرض لفمي نذكر أن القرض هذية موجه لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي مرحبا لكم الكل مواصلين معاكم خليل يقولنا أنه ديما لازم يكون فما أمل حتى وقت اللي الأمور تبدأ ضبابية في علاقة بالأمور الاقتصادية بالسيادة الطاقية بالأمن الغذائي روه هذا الكل سيادة خليل الحقيقة معناها نحاول وأننا نتشبثوا بالأمل ولكن مدام معناش معلومات معلومات من نوع أنه وين ماشيين وكيفاش وشنوها الشروط الحقيقية اللي وقعت الاستجاب عليها الحكومة اللي قاعدة تتغير معنى غضوة نجم ونلقاه وزير الاقتصاد أو وزير المالية ما تبدلوا اللي هما مسكين بالملف الأكبر اقتصاديا يعني أنتي بالنسبة ليك ليس هناك ضبابية على مستوى الملف الاقتصادي في تونس ما نحكيش نحن كنوالي خيالي ببرشة ولكن تم صعوبات كبيرة قبل كل شي خلود راوا من توقعوش أنه المالية والاقتصاد ورئيس الحكومة اليوم الثلاثة أطراف ذوي العلاقة بالملف المالي لتونس في أمتاره الأخيرة ما نتصورش أنه بشيش ملم التغيير عما قريب نتصور التغيير هذا في البوست كلي هذو ممتع الملف هذا ما نجي مصير إلا بعد إنهاء اللي حكاية تو احنا شنو الوضع الموجودين فيه احنا في الأمتار الأخيرة قبل الذهاب إلى النادي اللي ما يتمنى حد يمشيله حسب توقعات الخبراء وأخيرهم سيا محسن حسن أولا جماعة وسيا السعدان والجماعة اللي بشرونها قالوا لنا رانا مسارس بين نادي باريز اللي نادي باريز ما عادش أنت يتقلوا السلام عليكم مش يقعد ومش تلقى عضو فيه إسرائيل وبش تولي لك عشرين ألف تعقيد في التعامل معه وبش تولي سيادة الوطنية بين بين يا سيدي احنا قبل نادي باريز ما زال عناش هير واحد وعشرين يومه الأمل ما زال قائما كنا نحكيه ديما أنه تحريك ما هو ثنائي يؤدي إلى تحريك الدوس الأصلي في صندوق النقد دولي صندوق النقد دولي عندما يلقاك عندك مصدقية في مستوى الاتفاقات الثنائية ويلقاك جاوزت موضوع التمويل للثنائي باش سكر بيه الميزان يقدمه وتحل أجده وكذا يولي ثم أمكانية في اجتماع مارس هذا نخرجه من الكابوس متاع الذهاب إلى النوادي ونقعده في الحاجة المفروضة علينا وهي التعاطي مع صندوق النقد الدولي إذن بكي ناخده مئة وعشرين مليون دولار اللي هما ثلاث مئة وستين مليار ومعهم اتفاقية من هنا واتفاقية من هنا وانا اعتقدنا أنه على قدم الوساق تونس قاعدة تحاول في الأمتار الأخيرة تلم روحك بل ما تمشي للسيناريو الأسوأ اللي هو ينظر كما قلنا بنوعا من الاهدار السيادي نذكرك في حاجة مصر كانت في نادي باريز مشيت وخلصت فلوس كاملة حتى لا تقعت تحت الابتزاز الإسرائيلي رغم ليها عاملة اتفاقية في التطبيع مع إسرائيل علاقة تونس بالتطبيع بنادي باريز اللي هو ينجم يكون اثنية أنه يلزوك بشتقى مع إسرائيل بشتسال فكما بين المنحين الأخرين رجعنا إلى موضوع وزير الخارجية تارق يقول قايل احنا اليوم في ملف اللي هو يقتضي ديبلوماسية اقتصادية كبيرة وحثيثة جدا المالي فيت جيب أحدنا له ناسي فتحي نوري اللي هو خبير اقتصادي وكان يتحدث على دور الشيلي العياري في وقت من الأوقات في علاقة بالقروض يعني الديبلوماسية الاقتصادية الحثيثة اللي سميولي احنا بالكشي ما ناشي يسر مركزين معها في الوقت اللي يلزم لكل ديبلوماسية تتجند نلقاه أنه وزير الخارجية يقع إقالته لأسباب غير معروفة هذا يأثر على هذا هو راه وتوا نحن بش نرجع للأسباب خليني على أقل أن ننقل مصدر قريب من سيد عثمان الجراني اللي قال لي براتيكمان اللي هو طلب طلب أنه يخرج للتقاعد أنه طلب من الرئيس الخلوش وعنده مدة طلب منه ومن الأمانة نقل معناها الكلام هذية فينا المصدر معناها قريب جدا خليني نقوله أنه هو طلب أنه يخرج للتريت من مدة وأنه جيت الظروف وأنه حتى الوزير البديل تم استدعائه منذ أيام يعني ما فهمش في الأساس ما فهمش خلاف دكو أنه عثمان الجراندي ما مش نوع أسباب رغبته في التقاعد ما مش واضح لكن هو هذه الرواية متاعها خنقوله العائلة أو حد مقرب في حلقة بالقروض هذه المسألة الديبلوماسية الاقتصادية طيب اللي فعلا فهم مشكل خلينا نذكروا اللي الزيارات اللي صارت من أجل تجلب تمويل ثنائي كانت بالأساس من قبل محافظة البنك المركزي مروان العباسي هو عمل مجموعة من الزيارات ولقاءات لمدة أشهر وما تمش هذي وإنا الحقيقة ما نحبش نحمل مسؤولية للمروان العباسي مش لياني مراهش متحمل مسؤولية ليه أما ليانو أسباب عدم استجابة خاصتان لطراف الخالجية للتمويل الثنائي ما عنداش علاقة بشخص مروان العباسي اللي مخدمش خدمته هي عندها علاقة بلي كنا نحكيو فيه قبل لطراف الخالجية ليه تثقوا في التوجه الاستراتيجي متاع قيس سعيد سي سامبل لطراف الخالجية أيضا ربما ليه تثقوا أنه قيس سعيد قادر أنه يكون طرف مزددين في المعادلة التونسية قادر أنه يقعد يعني وبالتالي المراهن عليه ذو مزدد أسباب جدية نعتبرها معناتها هنا نعتبر اللي جدية مش معناتها اللي هي صحيحة ولا غالطة نعتبرها هي الأسباب التي يمكن أن تكون وراءها امتناع الأطراف الخالجية على عدم منح تونس التمويل الثنائي أما البنك الدولي هذي هذي برمش كي من قبل ما هوش هذي التمويل الثنائي هذي موجهة البنك الدولي ما يمولش تعزيز للميزانية هذي خط للمؤسسات صغرى كيف عملوك البرنامج متاع الإعانة الاساسي هو الدعم الاجتماعي عبر وزارة شؤون الاجتماعية كما البنك الاستثماري لأوروبا يعطينا فلوس بش نشريه قمح ونشريه كذا هذي عانيت محددة خطوط تمويل محددة خليلي يقول لكم على تصريح يجينا من عند فريد بالحاج مهم جدا التصريح هذي مسؤول الإقليمي للبنك الدولي هو رئيس البنك الدولي المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسؤول المنطقة مسؤول المنطقة هو اللي نجم يقول لنا المخ التفكير البنك الدولي في علاقة بتونس يقول أنه الوضع الاقتصادي في تونس دقيق فما مشاكل تتعلق بالإصلاحات التي يجب إنجازها وكل تأخير في تنفيذها سيرفع في التكلفة يقول أنه شركاء تونس يحبوا مساعدتها ولكن على تونس مساعدت نفسها من خلال الشروع في تنفيذ الإصلاحات دخول تونس نادي باريس هو رهين موافقة من صندوق النقل هذي اللي سألنا عليه والتلبيرح هذي صندوق النقل هو اللي وجهك البرسة بشتريح تعمل إعادة الجدولة طمعنا كذا الكلام هذي مطمئن عاون روحك بش ناسي عاونوك عاون روحي والله برجوليه بش نقول لك بش نعاون روحي نعاون روحي كان بالحاجة البهنة أنا من عاون روحي أغرزوا استصريحات عندي تعوزلت المالية التونسية قالت راهو أنتم تحكيوا على ملف تسكرت على صندوق ومشين راهو مازلنا وراو مارس مازال كذا وكريسالينا جورجينا قالت راهو الملف التونسي مازال على الطاولة وقالت راهو سيقع في تداول ملف التونسي مراعاة السمات وهي بالأجندة الاجتماعية أو بالطابع الاجتماعي للدولة التونسية وفريد بالحاج خليني خليل نكمل فريد بالحاج نبه نبه فريد بالحاج يقول أنه لا وجود أمام الحكومة عديد السيناريوهات وإنما حل واحد يتمثل في شروع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية وعلى رأسها رفع الدعم التدريجي عن المحروقات ومراجعة وضعية المؤسسات العمومية إذن لي ما أكثر شي من هكذا شوف أنا خليني هاي شاعملوا المذومة نعملوا لهم خوا لا 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 نقول السيدة ليه هو يقول والحكومة تعمل يتحكمل هو يقول توا في الشروط اللي توا بالصندوق نفسه بدأ يتفهم فيها هو مش متفهمة نحي هو شكونوا هو ما يتكلم بالصندوق هو صندوق هو هو رسع للحكومة هو البنك الدولي ماوش الصندوق مش الصندوق الصندوق قال بالشرعيو الوضع الاجتماعي تونسي قالت نفهم نحن قدام وضعية عالمية استثنائية ديورينا إن شاء الله نهاري غي يكون عنا شوية وقت مش نحكيه على المصطلح الجديد هذي اللي خرجش في التقرير متع دافوس متع المخاطر الكونية الكوبرا الفين وثلاثة وعشرين البولي كرايسس الأزمة المتعددة نحن في سياق جديد تماما متع مخاطر وجودية متلاقعة في بعضها في الرومبوان متع اللحظة الزمنية اللي نحن فيه تاو اللي هي حاجة وبالتالي تولي ريفليكس لقدام متع كل شي متع كيفاش نتصرفه حتى الأطراف الدولية اللي من سياسة تحكم في العالم هي بيدها ما قاعدة تحاول تفهم مش الوضعية هذي نحن في وضعية ساثنائية داو مش تونسينا كهو دوليا في المقابل اش عندك؟ عندك زيدة تونسي فما قاعدين يشوفوا التراويج التراويج اللي كنت نحكي عليه في ملف السياسة الخارجية موجود ايضا في الاقتصادي فينا التراويج في الاقتصادي تو انتي كي تبعتلي لحكومة تقول لي انا موافق على التفويت وعلى الدعم وعلى كده ويطلع رئيس الفريق رئيس البليت اللي هو المسؤول على الحكومة يقول لي انا مش موافق هي نور مالفش يقول لي كي شرعوا في الاصلاحات قبل شي حاب يقول فريد بالحاجة حاب يقول فهم مشكلة بتاع ثيقة بين مؤسسة المالية الدولية وبين تونس الطرف التونس لانكم تنجموا تتعهدونا بحاجة وهذا قبل اصلا ما تتعهدوا هو الرئيس بتاعكم بيدو الحكومة متعهدة بحاجة وهو يحكي في حاجة ما تتوى الدليل بيش تبقى ارزونا الثيقة بيش تتعزوا الثيقة انكم تبدأوا فيهم الاصلاحات ساعة كي تبدأوا فيهم الاصلاحات اطلع نبنيوا على هذك انكم تعطيونا كلمة هذي معاتش يزيخة يصبونا الفلوس وبعد نبدأوا فيها قلنا اي 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 لا اخلي اخلي يا خليل راو متحكى مش هدى حملة لومان يحكي على الصدوق انك دول باك الدولي متاع صاحبي في اخر شهر متى حويته وتوصل اي 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 اخويته تماش كمبال ما خلصناوش كلهم خلصي يا خليل راو متى عاطني كمبيال ما خلصناوش يا خليل لي اتصدق قلب واب يدونسين به برشا وصادق ويمشي برشا تسكر لبرنامج شكري نقيب الصحفين ضيفنا بعض الاخبار بعد شوية يشيكون فتح الهداوي في نهجة ريبجونار